النهاردة هنعمل مع بعض ديزيرت كده بالموز حاجة لو عندنا كده عزومة فيه السريع ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شوية من الموز وعندي هنا بقى انواع سبرينكلز مختلفة ده ممكن يبقى السبرينكلز دي ممكن تبقى مكسرات مجروشة ممكن تبقى اي حاجة نعمل بيها التوپنج وعندي هنا في الحلة عندي هنا شوية شوكولاتة سايبها بس بتسياحة خلاص حاجة بسيطة جدا فاش اي حاجة هنقطع الموز بتاعتنا لمكعبات كده هندخلها الفريزر تفرز تمسك نفسها هنطلع هننزلها فيه الشوكولاتة ونديها التوپنج متاعها حاجة بسيطة قوي كنا عملناها اعتقد ابل كده بس عملناها بالمارشمالو مش بالموز طيب تاني بس احنا مساح الشوكولاتة كده كل شوية نديها بقليبة وهي خلاص الرابط ما قد ماشي كتير هاخد الموز واي بس كنا كده هناخدهم نحاول ايه نخليهم حاجات قد بعض على قد ما نقطع هلو ايه زي ما قلتلكم ايه هناخد حتة الموز دي هندخلها الفريزر الموز مش هيسود لو متقشر وفي الفريزر بس وحناخد الموز بتاعنا وعلى الفريزر وعندي شوية اهو اللي خلناهم الفريزر لحد بقى ايه بصوا مسكت نفسها كده شوية مش لازم تتجمد قوي لكن تنشف بس تبقاش طرية على المسك كده طيب الشوكولاتة بتاعتنا ساحت خلاص اللي بلاها بقولها كده منزل بالشوكولاتة ايه وعندي الموز وعندي انا خطة على السبرينكلز المختلفة خلاص ناخد الموز ونزلها كده حد ننصها واطلع هو نحيز الحق دول بس قبل ما ايه انشافوا هنزل عليهم بالسبرينكلز ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة